قبل حديث عن قرار قرار مهم يؤكد المرة الألف أن المسؤول الأول على البلاد مهتم بما يدور في فلك المنتخب الوطني والقرار بشكل عام وأيضا بما يدور بفلك الشعب الجزائري بشكل عام أولا كيف تنظر لهذا القرار من جهة وتانيا إنعكاس الإيجابي والمعنوي على اللاعبين أنا قلتها من قبل قلت حينما يكون رئيس دولة سواء الفرق أو الفريق الوطني هو المناصر الأول بما أعطي خير إلا الدعم تحس أنك في أمان أظن أنه شيء إيجابي عندك رئيس تبون أعطى تعليمات أوامر تنفيذية لتكون أمور سهلة للمناصر أتمنى أن نعيد الكرة مرة أخرى لدرنا في أم درمان أن نعيده بتآهل إن شاء الله تاريخي مرة أخرى أما الإنعكاس، الإنعكاس أظن أنه سيكون إن شاء الله إيجابي على اللاعبين على اللاعبين على اللاعبين بإحساس إحساس عندنا اللاعبين اللي عايشوا هذا المسيرة كامل بلتأني إن شاء الله تكون إيجابي إن شاء الله بحمد مساعد أنا نظن قرار لدها رئيس الجمهورية قرار صائب بفتح المجال الجوي أمام الجمهور الجزائرية اللي نعرفوها عندها شغف كبير في التسجيع على المنتخب الوطني وإن شاء الله بربي هذا رح ينعكس بالإيجاب على المنتخب في المواجد كامرون إن شاء الله بربي تكون إنبور جلطة اللي يفرح بها الشعب عبدالزاق جحنت أول تعليقك على القرار رئيس الجمهورية وما تعلق بين إيكاس والإيجابة على معنوية اللاعبين والناخب في أي الوقت قرار صائب يعني لما الفريق الوطني حامل الألوان الوطنية هذا ما يخفكش حامل الألوان الوطنية فإذن كل الدولة الجزائرية تساند الفريق الوطني وهذا لأنه تظاهر عالمية والوجود تعنا في المونديال راح يعنده أثر كبير على كل شيء يعني مظاهرة بحجم كاس العالم نظن قرار صائب ويفيد النخبة الوطنية يعني الشعب الجزائري وراءهم والدولة الجزائرية وراءهم على رأسي وراء رئيس الجمهورية ما تكون غير سلاح زائد للنخبة الوطنية